إذن لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستقبل من القاهرة الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية أحييك دكتور إيهاب أهلا وسهلا دكتور إيهاب هل تجد أنه في مبالغة الحقيقة في رشدة الدكتور بأنه يخدع المريض لإجراء العديد من الفحوصات الغير لازمة حتى يحرك بعض من المعدات في تلك المستشفى التي تراكم عليها الغبار الحقيقة وللأسف كلام حضرتك طبعا صحيح ما قدرش أعممه لكن طبعا في بعض الأطباء وقد يكون جزء كبير من الأطباء لإما يتبع هذا الأسلوب علشان يقوم بزيادة دخل هذه المستشفى التي يعمل بها أو معها أو يكون متعاقد معها أو أنه يكون ليس بالكفاءة المطلوبة من حيث التشخيص من الكشف الإكلينيكي على المريض فبيأخذ الطريق الأسهل وبيكتب له أكثر من نوع من أنواع الانفستيجيشنز أو الفحوصات سواء التحليل المعملية أو الأشعات بشكل عام أرجو أن تبقى معنا دكتور إيهاب هذه المرة أخذنا رأي الشارع العربي الحقيقة الذي ربما يجد تفسير لضرورة إجراء فحوصات مبالغ بها نوعا ما قبل اللجوء إلى التوارس نعود من جديد إلى الدكتور إيهاب أبو المجد هذه المرة دكتور إيهاب إلى شركات التأمين باعتقادك هل يجب على شركات التأمين أن تراجع أكثر وضعية بعض من المستشفيات وخاصة الخاصة منها فيما إذا كانت تلتزم بتطبيق استراتيجية اضطرارها لوضع المريض ضمن فحوصات وإجراءات علاجية تكلف شركات التأمين أكثر من اللازم طبعا أنا أعتقد ويمكن أنا من المدرسة التي تتبع هذا الأسلوب أن أحد أهم وظائف شركات التأمين التي تعمل في مجال التأمين الطبي وكذلك شركات الرعاية الصحية المتخصصة أن يكون لها دور في مراقبة أداء الهيلث سورفيس بروفايدرز بشكل عام وهم مقدمي الخدمات الطبية سواء الطبيب المستشفى المعمل مركز الأشعة أو حتى الصيدليات ده جزء أصيل من عمل شركات التأمين مش علشان نقلل التكلفة بما يضر بمصلحة المريض الطبية ولكن لنقوم بدورنا لعدم جعل المريض هدف هدف أو هو الزبون أو الكاستمر الذي نحاول أن نطلع منه الفلوس بأي طريقة بس دكتور إيهاب اسمح لي معظم هذه الفحوصات يمكن أن لا يوجد منها ضرر بقدر أن تأخذ وقت وتكاليف أكثر إذا كانت شركات التأمين تغطيها هذا السؤال كان في عنا حالة خاصة الحقيقة مرت علينا أن أحد الأطباء تم أساءلته في وضعية التقييم الشهري له من مدير عام المستشفى التي يعمل بها بأن أنت لم تدخل للمستشفى ما يلزمها من مدخول مادي أي يجب أن تحول إلى قسم المختبر والأشعة مراضة أكثر لأن هذا الدخل الحقيقي للمستشفى باعتقادك مهنة الطب الآن بين مزاولتها بمهنية عالية وأخلاق وبين التجارة فيها أين تقفون منها أنتم كشركات تأمين طبعا نحن نحاول بكل الطرق مواجهة مثل هذا التوجه لبعض المستشفيات تقوم به مع أطباءها وده يكون من خلال المراجعة الدقيقة لجميع الموافقات الطبية قبل صدرها من شركة التأمين إلى الجهة الطبية المقدمة للخدمة عن طريق استخدام الوسائل الحديثة التكنولوجية اللي هي السوفتوير أو البرامج الحاسب الآلي اللي أصبحت دلوقتي حدث فيها تقدم مذهل في أن هي بتراجع أوتوماتيك هل الطلب المبعوط من المستشفى لهذه الحالة المرضية من الإجراءات الطبية التي يتم الوافق عليها عالميا طبعا للكلينيكل بروتوكول المتفق عليه عالميا أو لا ترجمة نانسي قنقر